السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي على قناتكم نزها في البيت الاقتراح دي اليوم غاديكون حلوة تقليدية رائعة لديدة تجيه شيشة شيشة بززاف والمقادير جد اقتصادية غادي نقدمها لكم او نحضرها لكم بطريقة جد مبسطة نتمنى تجربها لانها فعلا تجيه لديدة وتجيه شيشة تدب في الفم نتمنى يعجبكم الفيديو الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك وتشتركوا في القناة الى كنتوا اول مرة تشوفوا القناة ديالي وتبرتجيوا الفيديو مع صحابكم وحبابكم الى جات على خاطركم ويلا نبدأوا على بركة الله بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 125 جرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ كاس ديال كوكاو اللي مطحون غادي نحتاج نصف كاس زيت المائدة نصف كاس ديال سكا الخشين جوج فرماجات وغادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال سكا الفاني والدقيق حسب الخاليط غادي نضيف الزبدة المدابة بحرارة المطبخ باش دينا ساهلة فاش نكونوا نخدموا فيها وغادي نضيف جوج ديال جبن النوعية اللي بغيتو غادي نضيف قبيصة ديال الملح هدي ما ذكرتاش مع المقادير غادي نحتاجوا قبيصة ديال الملح وغادي نخلط على هات الشكل هذا نخلط الزبدة مع الفرماج حتى يولي ولينا على شكل كريمة وغادي نضيف جوج ديال جبنة صافي غادي نضيف عليهم نصف كاز ديال سكا الخاشين وغادي نضيف كذلك ساشي ديال فاني وغادي نخلط جيدا حتى يمتازج لنا العناسب نخلطو باليد ديالنا على هات الشكل هذا وغادي نضيف نصف كاز ديال زيت المائدة وحنايتا نستمرو في الخلط صافي من بعد ما خلطت جيدا كيف تتشوفو بتايجي الخليط على هات الشكل غادي نضيف كاز ديال الكوكاو وغادي نضيف المكونات ديالنا وغادي نخلط وغادي نبدا نضيف دباء الدقيق الأبيض اللي غربلته مسبقا غادي نبقى نضيف غيب الكمية بالكمية حتى تجمع لنا العجين ديالنا ونقدروا نتحكموا فيها ونشكلوها كيف ما بغينا صافي من بعد مجمعة العجين ديالي تتجيع لها تشكل هذا تتجيع رخوة ونقدروا نتحكموا فيها ونشكلوها كيف ما بغينا تناخد واحد الكمية ديال العجين وتنضغط عليها على هات الشكل هذا باش تنشكل هيلال تنضغط غيب الأصابع ديالي كيف موضح أنا عاودة معاكم وحدة أخرى تناخد الكمية ديال العجين وغادي نشكل حربول على هات الشكل هذا وتنوضعها في مكان ديال العمل وتنضغط عليها بالأصابع من الوسط على هات الشكل وتنكون هيلال نقوصه واحد شوية سوف يكون عندي هيلال وتنوضعه فوق الطاول اللي غادي ندخل الفرن أنا يادرت لي هالورق غدائي سوف يغادي ناخد على التاني كيمية ديال العجين ونشكل حربول صغير على هات الشكل هذا ونوضعه فوق من مكان العمل وبالأصابع ديالي تنضغط علي العجين من الجوانب ومن الوسط حتى تنشكل الهيلال ديالي وتنوضعها فوق فوق الطاول سوفينا غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل العجين ديالي كاملة فهذا الأثناء عندي الفرن اللي شعلته على 180 درجة بالنسبة للفرن ديال الضو والفرن ديال الغاز را تنشعله حتى تيتخن مزيان عتى ندخلو طاول ديالنا تنشعلو من التحت تتشد لنا شوية فرصها الحلوة وتنهبطوها باش تطيب لنا وتكمل طيب ديالها من الفوق بالنسبة للحلوة ما نخلوها شوية تتحمل غايتها تاخد لنا واحد اللون الذهبي سوفي وتنخرجوها سوفي بعد مسالية الكمية ديالي كاملة على حساب الطاوش حالهزت ليا بعد غادي نكمل الكمية الأخرى اللي بقات ليا سوفي غادي ندخلها الفرن سوفي الحلوة ديالي هاي طابت من بعد ما اخرجتها من الفرن بقى سخونة ضروري مني نتخرجوها من الفرن ما تقيسوهاش حتى تكون شيشة بزاف إلى قستوها غادي تهرس معاكم سوفي أنا من بعد ما بردت ليا بالنسبة للتزيين تناخد سكر غلاسي وتنفندها في سكر غلاسي على تشكل هذا حتى خليتها بردت مزيان وتنفندها إلا إلا قدرتو مثلا لفنتوها في سكر غلاسي وهي ما زال سخونة غادي دوب سكر غلاسي وما غاديش تجي تجي المنظر إذا عمام زيان صوفي أنا خليتها حتى تبرد تماما وعدك نزينها بسكر غلاسي غادي نحاول نزين الكمية اللي عندي كاملة وبنسبة للكمية ديال العجين إلا بغيتو كمية أكبر تقدرو تضعفو المكوينة ديال الخالط صوفي نخليكم بعدو نتلقى باش نشوفو الشكل النهائي ديال الحلوة صوفي الحلوة ديالنا بعد مسالية تزيين ديالها وفن التاف سكر غلاسي وستفتها في هاد البلاطو هادا تجيع لها تشكل هادا بالرغم من البساطة ديال المكونات ديالها و التزيين البسيط كذلك ولكن في المداق تجي من أروع ما يكون تجيه شيشة تدب في الفم هاش حلوة في العالم هي هادي صدقوني نتمنى تجربوها وردو عليها بالنسبة للمبتدئات ننصحكم تجربوها لأنها ساهلة ولكن تي أول مرة غدي تصوب الحلوة غدي تدق معاك من المرة الأولى لأنها فعلا مكونات ديالها بسيطة و كذلك المراحل ديال تحضر ديالها كذلك بسيطة و ساهلة جدا غدي نحل معاكم واحدة باش نشوفوها كيفاش تجي من الداخل تجي علها تشكل هذا كيف شفتو الشيشة شيشة بزاف نتمنى تجربو هاد الحلوة وتعجبكم إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش شمالي لايك وتشتركو في القناة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله شكرا 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 شكرا